مرحبا فيكم بحلقة جديدة وبعنوان ليش الرجل بيكذب لأنه الرجل بيخاف من المرأة فهو بيكذب أكتر هلأ الموضوع هذا بده تفكير يعني هو مقضية خوف المرأة مخلوق حساس والمرأة مخلوق رقيق والرجل بعلاقته مع المرأة بده يرتاح فالمسألة متزينة المرأة مخلوق حساس والرجل بده يرتاح وبيعرف الرجل ذاتا إذا هو جاوب على سؤاله بصراحة ما رح يكون فيه راحة هلأ هاي المسألة هي معروفة بمنطقة آخر رح نحكي فيه طبعا بحلقة اليوم فشو بيعمل بيلجأ الرجل للكذب هلأ هذا احتمال ممكن ولكن لو افترضنا العكس تماما الرجل ما ريكذب أبدا وجاوب صح وشاف المرأة زعلت منه بها الحالة رح يتخذ الرجل أنه بحال هو حكى بصراحة رح تزعل مرتفع إذا ربط الصراحة بالزعل هاي عنا يا هانا قطب وطبعا وفيه رجال بتلف وبتدور مشان تشتري راحة باله والمصيبة وين؟ المصيبة أنه المرأة يوم تكتشف الكذبة هون بتصير أزمة لا تغتفر والرجل ما بيكون مدرك لهذا الموضوع يعني هو على باله أنه خلص مشاها مشيت بس المرأة ذكية جدا وعنده جهاز كاشف للكذب تعبير مجازك عنده جهاز كاشف للكذب بعقله لغية الجسد عند المرأة أقوى من لغية عفوا الجسد عند الرجل بحلقتنا اليوم رح تكون معنا الأخصائية النفسية الآن سيئاية لتشاركنا بعض من التجارب والحلول والآراء خليكم معنا مرحبا فيك كفيرات وشكراً كتير لأستضافتي بهذا البرنامج الجديد المهم بحياتنا هلأ أتمنى أنه تكونوا جميعاً أن تتفيدوا من هالقنات حلوة لأنه رح تغير كتير من مساراتكم في العلاقات الشخصية وحتى بقرارات حاسمة لحياتكم بتفيدكم بأهم المراحل يعني بتحتاجوا فيها هذا الشخص الناصح يلي كلياتنا نحتاجه مهما كنا حاصلين على خبرات أو شهادات أو كفاءات لغنا أننا عن العقل الناصح العقل الراجح يلي يكون هو جنباً إلى جنب بمشاكلنا بصدب علاقاتنا ومفترقات الطرق يلي بتعترض حياتنا مرحبا فيك يا أنسي آيا وشكراً لقبولك دعوتنا وشكراً كتير لهذا الكلام الحلو والمسجع هلأ طبعاً أنسي آيا أختصاناً للوقت في عنا سؤال كتير علي تساؤلات وخاصة من النساء اللي هو شو الأسباب اللي بتخلي الرجال يكسبوا على النسوان يعني شو الإجابة الأكثر قرب اللي ممكن تعطينا إياها من هذا السؤال هلأ في أسباب كتير متوقع أنه هي تكون المسبب المباشر لهذا الموضوع أغلبها هي انفعالات جنسية عاطفية يعني بتحكم طريقة التواصل والأسلوب وكتير قصص عند الشاب بالإضافة أنه الشاب بمجتمعنا وأغلب الشيء هو الشاب الشرقي تحديداً بيعتبر أنه لازم يكون سوبر هيرو قدام البنت لأنه البنت بتحب صفات محددة بالشاب طبعاً هاي القصص هي ستايل الصطوات الأولى للتقابل أو التعارف بين الجنسين يلي بيكون فيه الشاب حابب أنه يبرز أو يبدي أفضل ما عنده يلي البنت كمان حابته بتكون كتير عملة كونترول على حاله إضافة أنه الشاب كائن بصري والأمثى كائن عاطف والعاطفة بتقوم على أسس نفسية أغلبها وخاصة بالبدايات بيتم هذا الشيء طبعاً عن طريق الإحاءات لهذا الشيء لذلك الشاب كتير من لاحظ بأوائل المراحل بيحكي عن حاله الأشياء الأكتر إيجابية والأكتر جاذبية يلي بيعتبرها بمثابة البيترين لكاركتره الشخصي بهدف غير مباشر حتى يحصل على انجذاب البنت نحوه بطريقة يعني أكتر إنسيابية بالفعل كلامك صحيح ولكن فيه سؤال يلي هو سوء أكتر الأوقات يلي بيكون فيه الرجل كاذب يعني فيه أوقات معينة بهون لازم نحن نشك بكلام الرجل وهل هذا الشيء بينطبئ على جميع الرجال ولا أنماط معينة من الرجال بشكل عام بسلوم نقدر نحدد نوعية الرجل الكاذب هي واحد اتنين سوء أكتر الأوقات يلي الرجل بيكون كاذب فيه هلأ طبعا إذا الشب كان بيميل للستايل اللي كتير فيه استعراض هذا الشب كتير إنه توقع منه يبقى على طول الخط هو الشخص عم يعطي معلومات واهية عن خارجه وغالبا إنه ممكن كتير يعني يمشي بطريق عدم الوضوح مع البند يعني هي شخصيته بتميل للكيف يدي أقول للكفر لأنه يعمل كفر لشخصيته لأنه يعمل تغطية حلوة فهلأ هذا الشخص بنوعيته ما بيميل للمصدقية لأنه حدا منهم هو حدا كتير بهم المظاهر إذا كانت هي شخصيته بتميل للأشياء السطحية بحياة للبروتوكولات للقصة كتير الأتيكيتية يعني فبيميل لأنه يكون دائما هو عنده فترين شلو أو واجهة حلوة لشخصيته هذا الشخص بأوائل الفترات البنت ممكن تلاحظ أنه عم يكون مبالغ بكلامه هذا ممكن يكون دليل أنه على دوام الخط أنه عنده شيء مدليل يعني من التأليف أو مثلا أنه يعني يحكي أشياء منع شخصيته الحقيقية يعني بيكون بيميل لتغطية أنه يعمل تغطية للفجوات بشخصيته ودائما يعمل المصدقات الجزداب هذا شخص كتير متوقع منه أنه يكون هو على الدوام يعني بيميل لهذا الشيء فالبنت هنا المفروض أنه تكون كتير عملي نحو هذا الشيء وانتباه قوي لأنه تلاحظ تحاول تتحقق من كلامه وتحاول تعرف أنه ليش يعني شو المعلومات اللي أحكي لها عنا هو أنه يكون عنده وعي لهذا الشيء وعنده يعني ملاحظة شديدة أيوة إضافة إلى أنه البنت إذا كانت يعني قادرة بطبيعة على أبناتهم أنه تخطو على القورناش تحاول تحصره بزاوية محددة من الأسئلة اللي عم تحاول أنه تحصي جواب عنها بيبين مع إذا كان فيه هو عنده يعني سترس أثناء جواب أو كان هو مضطرب نفسيا حسته تلبك حسته تخوف أو مثلا فيه شيء مبالغ فيك شيء يعني ملفت للنظر بطريقة الإجابة ممكن أنه هذا الشيء ساعدها أنه تحدد أنه هو فيه شيء عم يحكي له عنه هو ما هو موجود أو هو عم يحكي له عن شيء غير ما هو موجود طبعون تعرف أنه فيه كده عادي هلأي هلك البنات لازم تكون كثير عندها ذكاء يعني وجداني ذكاء شخصي فيه أن نتلاحظ هي الأشياء لأن المفاصل هاي مهمة كتير بتحديد طبيعة الشخص اللي قدامنا ولكن نحن نقدر نعرف شو الفرق بين كذب الرجل وكذب المرأة طبعا أكيد هلأ الكذب عند الرجل مختلف عن المرأة كتير جملة وتصيلا يعني هلأ أنت بتكتشوف بنية الشيء شاب بني كتبه على أساس المنافسة ويفصل على عيني بريس يعني دائما الشب جواته حدا الشيء اللي هو بيطمح له بحاول أنه يحققه بحاول أنه يعني يثبت ذاته من خلال هذا التحقيق لهذا الهدف فلذلك الكذب بيجي لتغطية السلبيات لحتى نوصل للهدف بأسلم الطرق وأفضل الطرق ما بيعرف أنه فيه رأكشن عند المنت ما بيركز بهذه الأمور لأنه ذاتا طبيعة الشاب ما بتقدر بتقول المعلومة معلومة فيها إحصائيات عن الطلاسة حول الشباب أنه الرجل ما بيقدر يركز بأكتر من شيء في آن واحد لكن البنت تست قدر طبعا البنت شو بتضبط هي أسباب الكذب عندها بالمقابل طبعا بتختلف أكيد إلنا البنت بتحاول هذا الشيء تعمله بناء على عاطفة جواتها أكتر ما يكون أنها متسبة نفسها البنت إذا تعلقت بالشاب بتضطر أنه أوقات تتصفي أشياء وممكن أنه تعرف بيعاطفتها مسبقا أنه ممكن أنه يهدد أمن علاقتها فيه لأنه عندها لبنت الأمان أهم شيء لذلك الشاب بيعتمد على أنه يجزو بالبنت أكتر بالكذب البنت بتحاول أمن على الشاب ويبقى أكتر بمعصمة بحياته ما تفقده ما تفقد الأمان لذلك بتضطر اضطرار للكذب لكن الشاب بتخصزه كواتيلة لغاية محددة يعني هو على دوام الخط ممكن يكذب لكن البنت حالات استثنائية كتير ممكن أنها تلجأ فيها للكذب كلامك فعلا حلو كتير رغم أنه عندي بعض النقاط الأساسية اللي هي أنه النساء بشكل عام بحالات استثنائية ممكن هي تكذب يعني هون هنت بقدر للك أنه في حالات كتير مرأة في حالات شفناها بيكون مثلا فيها الرجل ما عم يكذب بيكون المرأة هي اللي عم تكذب مثلا والعكس صحيح طبعا ولكن مشان ما نعمل حيز لأي طرف ولكن السؤال اللي بدي إليك وهو سؤالنا الأخير ده من سلسلة الأسئلة شو النصائح اللي ممكن نعطيها للنساء خاصة مشان يتعاملوا مع كذب الرجل أنا ما رح أقدر كتير اختزل النصيحة بسطر أو سطرين أول شي لازم نحنا نحدد هي الصبية بأي مرحلة مع هذا الشاب اللي عم تكتشف أنه يبدو أنه عم يكذب عليها هل هي بعلاقة زواج معه وفي أولاد أم هي بعلاقة مثل ما بيقولوا على بر الأمان إذا كانت هي في بواكيرة أو رهاصاتها الأولى لهذه العلاقة تقدر البنت أنها تنسحب بأي وقت هي بتحب أنها تنسحب بتشعر أنه هذا الشخص ما نحيكون آمن لحياة هذا الكذب مبني على هشاشة عنده وعلى لو هي غير صالحة يعني العلاقة نيحة أنها تبني معه بيفرق الموضوع كثير عن أنها تكون هي بمنحلة قيد زواج يعني في أولاد يعني في رابط اجتماعي مقدس لذلك يعني غالبا هو الكذب أكيد صفة مذمومة بالإنسان وما أنا محبة بأبدا وأكيد إحنا البلد أهم شيء عنا بالعلاقات هو الأمان والكذب هو أول مضادات الأمان يلي بتصيب البنية التحتية حتى بعلاقاتنا مع الشريك لذلك يعني ما بقدر استصر النصيحة كتير بس بقدر أقول أنت بأي مرحلة بتضبط أنت بمرحلة غميئة مع هذا الشخص ولا ببدايات إذا كنتي من بدايات حاولي أنك تقبضي على عواطف مزبوط وما تكوني منساقة إذا كنتي متزوجة حاولي أنك تتغافلي أو تتغاضي أو أنك يعني تشوفي الطرف الآخر من الكاسة إذا كان طرف صالح تقدري تعتمدي عليه شوي يعني لأنه توازني الصورة ككل لذلك يعني الموضوع شوي نسبي فأولا وآخرا منقول أنه الكذب ما مننصح فيه أبدا أنه نحن نستمر من بعض اكتشافنا لهذا أنشيء الكذب هو مرحلة هو يعني نقطة صعبة أنه تتجاوز عموما أنت بأي علاقة كنت نصيحة المطلقة لأي بنت ضمن العلاقة اللي بتربطة بالشاب أو الرجل أو الجس الآخر أنه ما تتسكتي عن غلط جوهري تلمسي بالشريك حاولي أنك تكوني واعية ببداية علاقاتك دائما أنك تكوني أنت الطرف وسيطر لأن الأنثى ما عندها هاي الشذرات يلي عنده ياها الشاب يلي ممكن أنه كتير تكون تعطي تفاقمات لقدامع مرور الأيام والزمن وتراكم سلبي يخزن بالعلاقة بحيث أنه تضرر بالأخير وبدل ما أنه تكون تصنع رصيد إيجابي تصير تحدث الكوارث اللي لا يمكن تفاديها شكرا كتير إليك أنسى آية لتواجدك معي بهذه الحلقة وكل أمل أنك تكوني مشاركتيني بالحلقات القادمة شكرا كتير لك أستاذ كيراس شكرا لجهودك ولقناتك الحلوة شكرا كتير لمطابعينا الكرام بتمنى دائما أنه تشاركونا وتتابعونا وتشجعونا مرسي كتير وبالختام هي الحلقة لليوم ناقشنا موضوعنا لماذا يقذب الرجل على المرأة ناولنا عدة جوانب وأسباب محتملة لهي الظاهرة نحن نعرف أن الكذب يمكن يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل الحفاظ على الصورة الذاتية أو تجنب المسؤولية أو حتى لحماية مشاعر الآخري على الرغم من وجود الكذب بالعلاقات الإنسانية إلا أن الصدق والشفافية بيبقوا أساس لبناء العلاقات الصحية وعلاقات مستدامة لهيك دعونا نواصل التفكير بهذا الموضوع والعمل على تعزيز التواصل الصحيح والثقة بين بعض شكرا لمشارككم معي بهذه الحلقة وبشكر خاص للأنسة كان تواجدك معنا بهذه الحلقة هو عبارة عن جوهرة اليوم نأمل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المحتوى ترقبوا المزيد وإلى اللقاء في حلقة قادمة